ما زالت الأزمة السياسية في العراق تصود الموقف والمشهد حيث ثلاث محاولات فاشلة لانتخاب رئيس للجمهورية في السمرار للفشل السياسي الذي يعقب الانتخابات البرلمانية من دون حل يلوح في الأفق واقع برزت فيه التصريحات الطائفية بامتياز من الأحزاب المنضوية تحت الإطار التنسيقي تصريحات مبنية على ما سموا حقوق المكون في أي حكومة تتشكل اليوم أو غدا دخل على الخط معهم عمار الحكيم الذي تحدث هذه المرة وبكل صراحة عن حقوق ما سماه المكون الأكبر في البلاد ونحذر بشدة من محاولات تمرير تحالفات غير متوازنة تتخطى حق المكون الاجتماعي الأكبر في ترشيح رئيس لمجلس الوزراء فلا نجاح لأي أغلبية سياسية إذا لم تراعي أغلبية المكونات المشكلة لهذه الأغلبية مراقبون رأوا أن الحكيم ناقض نفسه بنفسه حينما تحدث عن وجود معطيات سياسية مربكة زادت من التعقيد والأرباك في المشهد وانتجت أزمات خدمية واقتصادية إلى جانب تلكء في ملف مكافحة الفساد وتطوير البنى التحتية وتلك نتائج سياسات استمرت لسنوات كان الحكيم وغيره أركانا في حكومتها صراع الأحزاب والميليشيات لم يشمل المناصب الحكومية فقط فهذا هذا العامري يحذر مما وصفها بالمؤامرات لحل أو دمج ميليشيا الحجد بالأجهزة الأمنية مؤكدا أن ميليشيا الحجد باقية بلا حل أو دمج وفي بلد تقوم فيها سياسة فعليا على الطائفية ونفوذ الميليشيات والسلاح وتحل فيه الخلافات بالكواليس عبر الاغتيالات والانفجارات يعني تشبث كل طرف بمواقف ما يعني أن الأزمة سوف تستمر لأشهر طويلة وأن العملية السياسية مهددة بالزوال بسبب الانسداد والتعقيدات التي تتفاقم يوما بعد يوم